افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي سوق شفى بدران التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال جولته في مرافق السوق على ضرورة تقديم أفضل الخدمات والاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين وضمان سلامة السلع وجودتها وفقا لأعلى المواصفات وأهمية الحفاظ على استقرار أسعار السلع تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك الجديد بالذكر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تساهم بدور فاعل ومهم في حماية الأمن الغذائي الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق التابعة لمدرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن إضافة إلى الأسواق المؤسسة المتنقلة في المناطق النائية وبلغ العدد الإجمالي مئة وأربعة أسواق منتشرة في كافة التجمعات السكانية وتخضع جميع البضائع في الأسواق للفحص من قبل المختبرات العسكرية لضمان مطباقتها للمواصفات العالمية والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تم افتتاح مجمع شفا بدران التجاري من قبل عطوفة رئيسة الأركان المشتركة تأتي هذه الخطوة بهدف رفض المواطنين بالأسواق والمجمعات التجارية التابعة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتوفير احتياجاتهم وخصوصا لأهالي منطقة شفا بدران وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك